السلام عليكم أهلا وسهلا مرة ثانية خلينا نكمل حص التأسيس اللي أخذناها الأول هلأ بدي أسأل حالي سؤال لماذا تتفاعل الذرات مع بعضها البعض حتى أجاوبك عن السؤال هذا بدي أسألك سؤال ثاني ليش المجموعة الثامنة ما بتتفاعل مع غيرها هسا الذرة تميل الوصول لحالة استقرار متى تكون الذرة مستقرة عندما يكون مدارها الأخير ممتلئ كليا بثمن إلكترونات هاي مسميها قانون الثمانية لكن في حالي خاصة أن الذرة اللي مكون عندها إلكترون أو اثنين أو ثلاث أو أربعة فهي بتحاول تتعب المدار الأول فقط بثنين إلكترون بشكل عام إحنا بنحكي الذرة تميل الوصول لحالة الثبات بأن يكون مدارها الأخير ممتلئ بثمانية بس إثناء بعض الحالات الخاصة بيكون ممتلئ بثنين لتصل لحالة الثبات والاستقرار ماشي الحال؟ لأن كيف تفعل الذرة؟ كيف الذرة بتعبي إلكترونات؟ بتروح السوبر ماركت بتشتري إلكترونات؟ ولا بتروح السوك الجمعة مثلا؟ لا هي بتعبي إلكتروناتها لما تشوف ذرة ثانية تتفق معها يا بتأخذي إلكتروناتي يعني بتفقد يا بتعطيني إلكترونات من عندك يا بتكسب يا أنا وياكي بشارك مع بعض تمام؟ فإذن بأن تكسب أو تفقد أو تشارك بالإلكترونات هلأ شو اللي بيحكمها الذرة إنها بدها تكسب ولا تفقد ولا تشارك؟ قديش أريح لها؟ يعني عدد المدارات عدد الإلكترونات في المدار الأخير إذا الذرة في مدارها الأخير واحد أو اثنين أو ثلاثة إلكترون فالأريح لها والأسهل إنها تفقدهم إذن تميل للفقد لما تفقد إلكترون سالب تصبح آيون موجب بمقدار ما فقدت شوف يا ابني هاي الليثيوم عدد الذرة ثلاث المدار الأول اثنين المدار الثاني في واحد هس إذا بدأت عبي هذا بثمانية بدأت تكسب سبع إلكترونات واو إشي مكلف ما محطاقة تعطي حتى تشتري إلكترونات فبتروح بتحكي الإلكترون هاذ روح عند خالتك إم عصام اللي هي السي أل السي أل هاي في مدارها سبعتاش طبعا اثنين ثمانية سبعة هاي حابة تكسب فهي بتفقد إلكترون هالذرة حابة تكسب هلأ هاي الليثيوم كان فيه بالنواة موجب ثلاثة بروتون ويدور حولها ثلاثة إلكترون سالب الشحن الكلية صفر لما فقدت إلكترونات هذالن ثلاثة بروتون موجب في النواة وصارن اثنين إلكترونات سالبة حواليها موجب ثلاثة ناقص اثنين شو بساوي موجب واحد فعشان هيك لما تفقد إلكترون بسير موجب واحد لما تفقد اثنين إلكترون بسير موجب اثنين لما تفقد ثلاثة إلكترون بسير موجب ثلاث أما إذا الذرة كان فيها خمسة أو ستة أو سبعة فالأسهل إلها إنها تكسب إذا كان في مدار الأخير خمسة بتكسب ثلاثة ستة بتكسب اثنين سبعة بتكسب واحد إذا تميل الكسب وتصبح أيون سالب بمقدار ما كسبت ما لقيت حدا يكسبها بتروح بتشارك معه أو المشاركة لتصبح أيون سالب أو موجب حسب كهروس سلبية الذرة المشاركة معها كيف هاي رح أوضح لك إياها بعض شوي بمثالين الذرة لما يكون في مدارها الأخير أربع إلكترونات هاي صحب تكسب أربعة ومستحيل تفقد أربعة فشو بتساوي بتشارك إذن لا تكسب ولا تفقد بل تشارك بما يكفي ليصبح مجموعة إلكترونات المدار الأخير ثمانية هلا إذا كانت هي ذرة هاي اللي هي مثلا الكربون لو كانت كهروس سلبيتها عالي أخبتها بالأول ثانوي يعني حبها لاستقبال وكسب الإلكترونات كبيرة بصير شحنة أما إذا كانت كهروسلبيتها منخفضة مقارنة بالذرة اللي شاركت معها بسير كهروسلبيتها بسير جحنتها موجبة إذن وتصبح أيون سالب أو موجب يعني إحنا في عنا بالكيميا سي موجب فور وفي عنا سي سالب فور متى بسير موجب فور إذا اتحدث مع أربع كلورات الكلور بحب الإلكترونات أكثر نهم فلما يشارك مع السي بضحك عليها بسحب الإلكترونات اللي عنده فبسير السي موجب أما الكربون إذا اتحدث مع أربع هيدروجينات الهيدروجين مسكين هبيلة فبتسحب الإلكترونات اللي عندها أكثر بسير سالب أربع إذن حسب الكهرة السلبية الذرة اللي في مدار الأخير ثمانية هاي مبسوطة ومكيفة ومصطحجة ومزهزها أمورها تمام ومدار الأخير مليان فهاي لا بتكسب ولا بتفقد ولا بتشارك ولا بتبلش بحدا عشان هيك منسميها غازات خاملة أو العناصر النبيلة هون السؤال بيحكي لي أرسم التوزيع الإلكتروني للذرات التالية وحدد ميلها للكسب أو الفقد أو المشاركة وشحنة العيون الناتج عن العملية اللي بتساويها لفلور تسعة النايتروجين سبعة المدار الأول الثنين الثاني خمسة لما يكون المدار الأخير فيه خمسة حتى يصير ثمانية الأسهل له أنه يكسب ثلاث إذن تميل لكسب ثلاثة إلكترون وتصبح عيون أن سالب ثري هذا في معظم الأحيان لكن فيه أحيان بيكون فيه حالات شاذة لفلور عدد الذر تسعة المدار الأول اثنين بظل سبعة المدار الأخير فيه سبعة المدار الأخير فيه سبعة إذن تميل لكسب كم إلكترون؟ واحد إلكترون وتصبح F-1 أيون سالب لكلار السبعتاش المدار الأول الثنين الثاني ثمانية الثانية ثمانية عشرة قديد بالله السبعتاش سبعة إذن هاي منحكي مدار الأخير فيه سبعة أيضا تميل لكسب كم إلكترون؟ واحد إلكترون وتصبح CL-1 لأنها بتكسب إلكترون واحد في عندي الأكسجين ثمانية المدار الأول الثنين الثاني ستة المدار الأخير فيه ستة حتى يصير ثمانية إما بفقد الستة أو بكسب اثنين الأسهل أنه يكسب اثنين تميل للكسب اثنين إلكترون فبصير O سالب اثنين الكربون ستة المدار الأول اثنين الثاني أربعة لما يكون المدار الأخير فيه أربعة تشارك بأربعة إلكترون فممكن تكون سيمو جبفور أو ممكن تكون C سالب فور حسب مين الذرة اللي معها إذا الذرة اللي معها شطورة وقوية وقد حالها وبتسحب إلكترونات بتضحك على الكربون وبتسحب إلكترونات اللي عندها شوي فبصير موجب أربعة إذا كانت ضعيفة بصير سالب أربعة الكالسيوم عشرين اثنين ثمانة ثمانة اثنين لما يكون المدار الأخير فيه اثنين أشرف لها إنها تفقدهم إذن تميل للفقد كم إلكترون اثنين إلكترون وتصبح آيون موجب اثنين أما إذا كانت كتسة طعش مدار الأول اثنين ثمانة اثنين وثمانة عشرة اللي وراه ثمانة ثمانتاش بيظل الإلكترون إذن هاي تميل للفقد تميل للفقد وتصبح آيون موجب موجب قديش فقدت إلكترون واحد فبتصبح كي موجب ون إذن هيك يقدرنا نحدد إنه الذرة هل تميل الفقد أو الكسب أو المشاركة وحددنا كمان إنه هل يصبح موجب ولا سالب طبعا الفلور مدار الأخير سبعة هلا هو بيحب يكسب بس ما لقي حدا يكسب وشو بيساوي بتشارك لكلور سبعة الأكسجين ستة ما لقي وحدا يكسبهم بيشاركوا إذن هذول ثلاث الجماعة هذول تميل للكسب أو المشاركة تمام نيجي نشوف هلا كمان شغلة جديدة لما الذرة تتحد مع ذرة ثانية بتعمل معها رابطة هسا نوع الرابطة بيعتمد على لشو صار بين الذرتين هل كسب وفقد ولا مشاركة أول شيء أنواع الروابط بين الذرات في عندنا الرابطة الفلزيون مدناشي إياها في عندي النوع الثاني رابطة آيونية الرابطة آيونية تربط بين آيونات شرط واختلفات بالشحنة يعني موجب وسالب موجب وموجب ما بيرطبطوا بتنافروا إذن رابطة تربط بين آيونات مختلفة الشحنة أي بين ذرات كسبت وفقدت إلكترونات الرابطة التساهمية هي رابطة بين ذرتين تميل للمشاركة أو بين ذرتين تميل للكسب أو بين ذرة تميل للكسب وذرة تميل للمشاركة لا تميل للكسب فبصير بينهم رابطة الساهمية الرابطة الساهمية غالباً توجد على شكل رابطة قطبية يعني فيه ذرة أقوى من ذرة فبتسحب الإلكترونات لعندها بصير قطب سالب قطب موجب أي تتركز الشحنة السالبة حول إحدى الذرات بشكل نسبي وهي الذرة الأكثر ميلاً للكسب اللي هي الأكبر كهر السلبية شو تعريف الكهر السلبية هو ميل الذرة لكسب الإلكترونات مقدار ميل الذرة وعملوها قيام وأخذتوها بالأول ثانوي إنه كهر السلبية هاي الذرة تساوي كذا أكبر من كذا لكن بشكل مختصر هذا الجدول الدوري تبعي لما أمشي من اليسار لليمين تزداد الكهر السلبية يعني الفلور كهر السلبية أكبر من الأكسجين الأكسجين أكبر من النيتروجين النيتروجين أكبر من الكربون وهكذا لما أطلع بالجدول الدوري من تحت لفوق تزداد الكهر السلبية تزداد الكهر السلبية عشان هيك الفلور بيكون أعلى كهر السلبية بين الجميع الزلمة من جهة إعمامه ومن جهة إخواله من جهة يسار يمين هو آخر واحد على اليمين من جهة تحت لفوق هو آخر واحد لفوق فبجميع الحالات هو الأكبر كهره سلبية في عندي هون مثالين بدي أشرح لك أيام بالتفصيل الممل في عندك مركب NACL شنوع الرابطة في عندك مركب XL شنوع الرابطة أنا أنا بعرف أن الصوديوم عدد الذري 11 وأنا بعرف أن لكلور عدد الذري 17 نيجي للصوديوم المدار الأول 2 الثاني 8 الأخير 1 بحب بحب يفقد هالأخير اللي قبله فيه 8 مستقر ولما تخلص منه ممنوع ترمي بالشارع لازم تلاقي ذرة ثانية تأخذه بتكيف على مين على الـ سي أل السي أل بتقول أنا بأخذه فبتيجي الصوديوم تعطي إلكترون هال مين للسي أل مشان ينضم للسبع اللي هون ويصير مدار الأخير ثمانية فهون السي أل صارت آيون سالب لأنها كسبت إلكترون والأن إي صارت آيون موجب لأنها فقدت إلكترون آيون موجب آيون سالب بيصير بينهم رابطة بسميها رابطة آيونية والمركب آيوني لاحظ أنه الكلور كسبت الإلكترون كليا أخذته إلها إلها والصوديوم فقدت الإلكترون كليا خلص بطلت تسأل عنه شالته من دفتر الليلة فهاي الشحن السالب هون بسميها عدد تأكسد لهي مقدار ما كسبت الذرة أو فقدت من إلكترونات وهاي الشحن الموجب على الصوديوم أيضا بسميها عدد تأكسد نجي لمثال آخر اللي هو الـ الهيدروجين عدد الذري واحد فالمدار الأول فيه إلكترون لكلور عدد الذري 17 المدار الأول فيه 2 الثاني فيه 8 الآخر فيه 7 فمنيجي نحكي الهيدروجين في مدارها الأول وهو الأخير إلكترون فهي حابة تكسب إلكترون مشان يصير مدارها الأخير اللي هو الأول ممتلئ بـ 2 إلكترون فمنيجي منحكي عن الهيدروجين حابة تكسب المسكينة أما الكلور اللي فيها 7 وضايل عليها حتة إلكترون بسير ثمانية منيجي منحكي حابة تكسب كثير 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 كلمة حابة تكسب كثير 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 يعني كهرو سلبية عالية وكلمة بس حابة تكسب يعني كهرو سلبية قليلة زي ليه بتشد الحبل هلأ هاي الهيدروجين عندها إلكترون ها هاي الكلور عندها 7 تمام فبتيجي الهيدروجين بتحكي للكلور يعطيني إلكترون الكلور ما بترضى تيجي الكلور بتحكي الهيدروجين أنت إعطيني إلكترون برضو الهيدروجين ما بترضى لأنا حابة تكسب فبيجي بتفقل مع بعض الشارك بحيث أنه الكلور تجيب إلكترون هون بالنص والهيدروجين بالنص على أساس يصير 50-50 بين وبينك بتوافق الهيدروجين لكن لما سير الرابطة لأنه الكلور كهرو سلبية أعلى بتسحب الإلكترونات لعندها هم الأصل يكونوا بالنص هون بس منتفاجأ وين هين قرب وين على الكلور فمنرسم سهم زي هيك هذا السهم يشير إلى انزياح إلكترونات الرابطة نحو الذرة الأكبر كهرو سلبية عشان هيك بسير شحنة لكلور سالب لكن منسميها جزئي وهذا بسير شحنة موجب جزئي هلأ سالب جزئي سالب كلي اسمه عدد تأكسد موجب جزئي موجب كلي اسمه عدد تأكسد فكم عدد تأكسد الهايدروجين هون موجب واحد كم عدد تأكسد لكلور سالب واحد ما بسير تحكي لعدد تأكسد واحد عدد تأكسد قيمة متجهة إلها موجب وإلها سالب فلازم تحدد لي بالضبط هل هو موجب ولا سالب في عنا رح نتعرض بالوحدة الأولى بالذات لكمية كبيرة فنحن منلاحظ أن الطلاب بجوز في بعضهم عندهم شوية ضعف بالرياضيات أنا ما بهمني التكاملات والتفاضلات أنا بهمني حسابات الأسس وتنساش رح يكون معك آلة حاسبة وبتعود حالك لما نبلش مع بعض إن شاء الله بالوحدة الأولى أن تكون معك معون ورق وتخربش عليه وقلم وهايلايت مشان نتعلم على الشغلات اللي بدنا إياها وبجنبك في آلة حاسبة وتنساش كهست الشاي والنسكة فيه غيره لا بس الشاي والنسكة فيه وقاه هو فيه أن حسابات الأسس ضرب جميع قسمة مثلاً هنا واحد في عشر قوة ناقص خمسة ضرب ثلاث في عشر قوة ناقص اثنين أوكي فباجي بفصلهم الأعداد لحال والأسس لحال الأعداد بضربهم ضرب عادي واحد ضرب ثلاث ثلاث الأسس لما أضربها بجمعها إذن ضرب الأسس يعني جمعها فأنا لما أضرب عشر قوة ناقص خمسة ضرب عشر قوة ناقص اثنين بحط ناقص خمسة زائد ناقص اثنين بجمعهم بسير ناقص سبعة يعني لو حكيت اثنين في عشر قوة ناقص اثنين ضرب أربعة في عشر قوة ناقص تسعة باجي بحكي اثنين ضرب أربعة ثمانية الأسس بجمعها ضرب عشر قوة ناقص اثنين وناقص تسعة ناقص احداش إذن الأرقام تضرب والأسس شمالها تجمع نيجي للقسمة الأرقام تقسم والأسس تطرح يعني مثلا اثنين في عشر قوة ناقص خمسة على واحد في عشر قوة ناقص ثلاث بتحكي اثنين تقسيم واحد اثنين عشر قوة ناقص خمسة تقسيم عشر قوة ناقص ثلاث يعني بتحكي عشر قوة ناقص خمسة ناقص ناقص ثلاث بيصير هاي زائد ناقص خمس زائد ثلاث ناقص اثنين او احنا اسهل منحكي ناقص خمس شيل ناقص ثلاث بيظل ناقص اثنين اذا عند ضرب الاسس نجمة عند قسمة الاسس نطرح اما عند الجمع والطرح فلازم يكون الاسس متساوية لازم تكون موحدة يعني مثلا اثنين ضرب عشر قوة ناقص خمسة زائد ثلاث ضرب عشر قوة ناقص خمسة هون حكيت ستة انا حكيت خمسة ما بيصير الاسس تكون غير متساوية فاما بضيف زائد واحد للناقص ستة مشان السير ناقص خمسة او الناقص خمسة بعطيها كمان ناقص واحد بيصير ناقص ستة اذا هون ناقصت هون بيزيد صفر اذا هون زدت هون بدك تحرك الفاصلة لليسار فلانه حطيت ناقص واحد حطيت ثلاثين فبتيجي بتاخذ الاسس عامل مشترك عشر قوة ناقص ستة ضرب اثنين زائد ثلاثين اثنين وثلاثين جميل هون في عندك اثنين في عشر قوة ناقص خمسة زائد ستة في عشر قوة ناقص خمسة بما انه الاسس متساوية فبتحكي اثنين زائد ستة ثماني ضرب عشر قوة ناقص خمسة هون مثال اخر ثلاث في عشر قوة ناقص اربعة زائد اثنين في عشر قوة ناقص ثلاثة بتحطه الناقص نقصة زادة كان اثنين صار عشرين زادة نقصة زادة زادة نقصة طب إذا هذا زادة هذا نقصة بيكون عشرين بيصير اثنين بتشيل فاصلة ثلاث زائد عشرين ثلاث وعشرين ضرب عشر قوة ناقص أربعة الأسس الموحدة هنا في عملية أخيرة اثنين في عشر قوة ناقص ست زائد ثلاث في عشر قوة ناقص أربعة فبتحطهم ناقص اثنين بتحط صفرين فبتصير ثلاثمية ثلاثمية زائد اثنين ثلاثمية واثنين ضرب عشر قوة ناقص ستة طبعا أثناء الشرح رح نأخذ عمليات حسابية كثير 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 لكن كلها بتعتمد على هاي في شغلة ثانية رح أعطيك كمان حصة أو حصتين صغار زي هيك نص ساعة نص ساعة تأسيس للوضوية إحنا لما نخش على كل وحدة التأسيس رح أدمجه داخل الوحدة يعني فيه شغلات ما حبيت أعطيك إياها تأسيس تأسيس أنا مش من الناس اللي بأعطيك عشر حصص تأسيس شو هيكاينة مادة جديدة وحذرتك شو كان يساوي بالـ 11 سنة اللي فاتت أنا بانعش معلوماتك بإشي أخدته زمان وبهمني الآن وأثناء الشرح رح أركز عليه لأني بحس بحساب أنه ممكن تكون أنت فيه شغلة معينة ما فهمتاش بالأول ثنوي بالعاشر بالتاسع وممكن فهمتها وناسيها فبذكرك فيها أثناء الشرح ألا أعطيكم العافية ونشوفكم الله إن شاء الله بشرح البطاقة اللي بيكون شرح مهذب ولطيف ومحترم وآخر العالي العالي ألا أعطيكم العافية أستاذكم محمد مرشد أستاذ الكيميا ألا أعطيكم العافية مرة أخرى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة